حتى وقتنا هزا كل الحاجات اللي احنا خدناها هي عمر عن اسيمبلي والاسيمبلي ده داخل تحت نطاقة الكمبيوتر اركتكتشن يعني الانستركشنز بتتنفذ ازاي او ازاي ممكن نحول حاجة من هاي ليبل لو ليبل او ان انا حولها الاسيمبلي السؤال بقى دلوقتي في حاجتين المفودة اسأل نفسي عليهم والحاجتين دول التايتل بتاعهم كمبيوتر ارجنزيشن وكمبيوتر ديزاير اللي هو ايه بقى دلوقتي انا عملت الانستركشن الانستركشن دي بتتسيب فين و ايه طرق ان انا اسيب الحاجة دي او ان انا احفظها في الميموري او انواع الميموري او ازاي الميموري بتنتراكت مع البروسيسور ده اسمه الكمبيوتر ارجنزيشن ان انا ابدأ اشوف كل الاشكال او ان انا ادرس ازاي ممكن استور الانستركشن دي جوا الميموري الكمبيوتر ديزاير هو ان انا الفعل بقى الحقيقي او الواقعي اللي هو انا عندي انستركشن عندي مكان سيفته العملية البروسيس بقى بتاع الستوريجي بتحصل ازاي بالزبط الستيب بالزبط الحاجة دي داخل الجوة يعني ان انا في الاخر نفستها ازاي داخل البروسيسور دي اسمه الكمبيوتر ديزاير ففيه ثلاثة تيرمز بيقابلوا الناس او بتلابطوا فيهم ما بين حاجة اسمها كمبيوتر ارجنزيشن وكمبيوتر ديزاير كمبيوتر ارجنزيشن هو كل ما له علاقة بالاسيمبلي ازاي الانستركشن ممكن ابصلها من اللوليف الكمبيوتر ارجنزيشن الميموري متقسمة ازاي وزاي بتانتراكت مع البروسيسور زي ما قلنا ان في عندي يعني هنشرح اثناء المحاضر طيب الكمبيوتر ديزاير هو الميموري الانستركشن فعليا البروسيس بتاع الستوريج بتتنفذ ستيب باي ستيب ازاي طبعا هيكون عندنا تفاصيل اكتر لو تعملنا مع الكمبيوتر ديزاير وهنتطرق الى فكرة هنتطرق ان احنا نسأل نفسينا هل البرفورمانس في الاخر بتاع التاسك دي كويس ولا لأ يعني انا في الاخر الدزاين ده بيخلي التاسك تتنفس بسرعة ولا ان انا ممكن اشوف تصميم تاني يخلي ان البروغرام كله يتنفس بشكل قصف طيب خلينا نتكلم على بداية الكمبيوتر اه اه ارجميزيشن اكي تنظيم الميموري والبروسيسور والكمبوني انت بتاعته داخل اه مع بعض اكي فهنا اتطرك لحاجة اسمها ميموري هيراركي يعني الميموري مترتبك هو ازاي ابدأ ان اي هي الميموري الميموري هي moan السروج اريا او المكان اللي انا بساي المكان اللي انا بقدر اسجل فيه الدياتا او باخد منه الدياتا برت soar او ان انا ممكن اعملها انكودنج بشكل انية ممكن حطها ازته او ان انا بحطها وبعملها انكودنج داخل ميموري ده ده يعني ميموري طيب هتلاقي ان انا ايه اللي ممكن اسمي 궁금 ممكن اسمي آا ويمكن اضافة باينري فايل او اي اكس اي فايل ويمكن اضافة فيديو فقط ذلك كل تاديه داخل الميمور بالتأكيد المفروض ان الكمبيوترات تختلف عن بعضها من ضمن الحاجات يمكن ان الكمبيوترات تختلف عن بعضها فيه هو الاسايز بتاع الميمور ممكن الميمور يكون الاسايز بتاع الميمور يكون صغير ممكن يكون كبير ويمكن بالتأكيد يعني كل ما انت كبرت الاسايز كل ما كان الـ Access Time يزيد يعني كل ما انت معاك مساحة جبيرة يبقى هتدور على المعلومة بتاحتك ايه بشكل هتاخد وقت على المتدور على الحاجة لكن لو الميموري الصعيس بتاعك صغير يبقى انت متأكد ان انت لو ما كانش هنا يبقى هنا لو ما كانش في البيت دي في البيت اللي كان بها عندي مثلا اتنين بيت بس فأكيد انت توصل للحاجة بسرعة طبعا انا بقول على سبيل المثال يعني لكن جنرال ان كل ما اكبر الصعيس بتاع الميموري كل ما كان الـ access time بيزيد في العلاقة بينهم الى حد ما ترضيها ولكن مش هي ترضيها بس مش linear يعني فالميموري او انواع الميموري عندي مثلا عندي كاش طبعا في هنا برضو كاش في المين ميموري بانواحها وبعد كده عندي الانواع دي بس جنرال يعني ان انا اولا عندي انواع ثانيا كل ما بالنسبة للشكل ده الـ secondary memory هي الصعيس بتاعها اكبر بعدها الميموري هي الصعيس بتاعها اصغر شوية وهكذا لغيت لموصل للرجسترز فالميموري الصعيس بتاعها ممكن يعني بالترتيب ده فيه من الصغير لكبير وكل ما كان الصعيس من الصغير لكبير كل ما الـ access time زياد برضو زي ما قلنا انواع بيزيد مع الصعيس طيب لو انا جيت قلت لك ان انا عندي ميموري والميموري دي اللي انت تأكسس الحاجة اللي فيها بياخد وقت وقلت لك لأ خلاص انا عمل لك ميموري تانية بحيث ان انت توصل للحاجة فيها بسرعة يبقى ايه؟ يبقى المفروض ان انا زود لك الكوست اقول لك ان الميموري دي اكيد فيها فيتشر زيادة واكيد اتعاملت بشكل تاني واختلف امبلوانتت بشكل مختلف وبالتالي هيبقى الكوست بتاعها عالي وبرضو بالنسبة للفريقونسي هتلاقي ان انت اللي بتستخدمه اكتر هو الريجستر او بتستخدمه اكتر والحاجة اللي الصعيس بتاعها قليل طرح انت تتعامل مع دي اكتر يعني بشكل ما بيكون في بروسيس ان انت هتناقي الحاجة من ميموري تحطها في الريجستر بشكل دائم بحيث ان البروسيسور اصلا ما بيراش او فريقونتلي بيقرأ من الريجستر معظم الشغل بتاعه بيقرأ من الريجستر او من الكاش طيب في نوعين من الميموري يعني دولة انا قلت في انواع كتيرة secondary و main و كذا فهم في الاخر كل دول بتقسموا النوعين اساسين ال primary memory وال secondary memory ال primary memory هي الميموري اللي هو يعني دي حاجة سابتة او اساسية لكن secondary memory دي حاجة مش اساسية يعني مثلا ممكن الجهاز اشتريه وما يكونش لازم يكون معايا فلاشة باشتري فلاشة بعدين ممكن مثلا اشتري external hard ال hard بعدين ممكن في الاخر احط اسطورنا او محطش ففيه بعض الميموري بتبقى اسمها secondary memory secondary يعني مش اساسية ففيه نوعين من الميموري primary و secondary ال primary دي بتبقى هي الجهاز جاي بميموري فالميموري اللي موجودة مع الجهاز يسمها primary memory اوكي هيبقى داخل فيها الريجستر والكاش وال main memory لكن secondary memory هي الميموري اللي هي مش اساسية ودي داخل فيها ال external disk والفلاش والCD انواع secondary memory عندي ال hard disk يعني لما انا بكون شغال على برنامج معين بلاقي ان انا ببقى عايزة احط مثلا instruction في مكان واخدها اثناء ال run time الحاجات تحط فين رايي الحكاية في الميموري او في ال primary memory ما بتحطش في ال secondary memory secondary memory ده اللي بكون فيه حاجات fixed بكون في حاجات تحطت يعني مش fixed حاجات ينفع شي لها واحطها وحاجات اقدر ان انا offline ادخل اعدل فيها براحتي لكن في الميموري دي انا مش بايدي انا بقول عايزة افتح مثلا برنامج word بيضطر ان يبقى فيه كذا حاجة instruction بيتنفذه جوه الميموري ويتحطه ويتشاله وكذا بس انا ما ممتج ايدي فيه خلاص فال secondary memory هي memory المفروض ان هي external ممكن تيجي الجهاز ييجي من غير الحاجة دي ولكن ال feature التانية فيها وهي ان هي التانية بتشيل معلومات يعني يعني اندر نقول سابتة بس ان انا قدر اتحكم فيها لكن الميموري دي معلومات خاصة بالاوبريتنج سيستم وما قدرش ان انا اعدل فيها بحرية البروسيسور بس هو اللي بقدر يأكسس الميموري ويعدل فيها ويشيل ويحطه كده فانواع secondary memory عند الهارت ديسك عند الفلاشة او اليو اس بي والفلوب ديسك كان فيه نوع من انواع الاستوانات زماني اسمه فلوب ديسك وبعد كده فيه الكمباك ديسك او الدي بي دي وكذلك طبعا الميموري الصغيرة الموجودة في التليفونات او الكاميرا بما ان secondary memory هي الاكبر وبالتالي يعتبر هي السلور السلور زياني primary memory وبرضو بتشيل فيها permanent data بتشيل فيها data يعني data سابتة واعتبر هي حجمها اكبر من primary memory واعتبر الكوست بتاعها effective يعني الكوست بتاعها لان انت الاكسس بتاعها يعني ان انت بتاكسس الحاجة فيها بياخد وقت فكذا الحاجة بتاخد وقت بيكون رخيصة تمام فالكوست بتاعها بيكون قليل تانية حاجة ايا انها سيمي random accessibility ان انا اقدر اكسس الحاجة فيها بشكل عادي يعني ممكن ادخل at احط الفيلم موضوع يعني الى حد ما عشواء يعني طيب انواع البرامر ميموري فيه عندي رام وفيه عندي روم الروم اللي هي read only memory والرام اللي هي random access ميموري الروم دي read only memory من اسمها ان هي كانت بي ريموفت يعني دي جزء من البيانات موجودة في الجهاز ما قدرش ان انا مسح لان هي اصلا حرفيا هي الحاجة اللي بتشغل الجهاز اساسي فهي حاجات خاصة بالoperating system تمام لكن الرام هي random access memory random access memory هي الميموري بقى اللي انت بتتعامل معها اثناء ما بتشتغل مثلا high level code بتشغل اي حاجة بتروح انت مدخل الحاجة دي في الميموري وعبل ما يعني بتسايف الvariables في الميموري بتكل الري من الميموري وهكذا فدي حاجات اللي انت بتشغلها اه اه في العموم يعني اول ما اجا اقول لك من ميموري بان اقصد على الريم general يعني مليش ان ده انا فليكسيبريت ان اتعامل مع الروم طيب طبعا احنا قلنا ان الميموري دي متسايفة يعتبر عبارة عن الري يعني انا بقول ان هي عبارة عن الري بقدر اوصفها ان هي الري لانها sales كتيرة كل sale لها address تمام مثلا address 0 address 1 address 2 address اي حاجة اه طول ما انا طالع اه وبستمي دي مثلا الـ content اللي هنا الـ size بتاعه ممكن يكون مثلا 8 bit اه 8 bit ممكن يكون 8 bit الـ size بتاع ايه الحاجة دي اللي قوي عندي 8 bit جنب بعض اوكي طيب والـ sale الوحدة دي انا ساعات بسميها sale او بسميها ورد يعني الـ word دي مش عبارة عن byte ممكن طبعا بيبان هنا ان هي عبارة عن byte بس انا ممكن اصلا الميموري تكون عبارة عن 16 بيت ممكن تكون اربعة وستين فانت جنرال الـ sale الوحدة اسمها ورد الـ word دي بقى فيه كام byte مش مهم على حسب انت فيه ناس بتقولك انا اشتري ميموري كبيرة ميموري صغيرة فعلى حسب انت اجاب الميموري ازاي او الفيشة سلعتها ايه فانا معايا الميموري دي عبارة عن الـ ray كل sale فيه بسميها ورد الـ sales بتاع الـ word ممكن يكون 8 بيت او 16 بيت كل sale بقى لها address وانت جنرال بقرى الميموري من تحت فوق ده الميموري ويه ازاي بتعامل مع الرام والرام المقصود او ان انا بتعامل معها في ايه يعني بتعامل معها في الحاجات اللي هي اثناء الـ run time وان انا مثلا عايزة اصايف variables فيها عايزة في الـ race وهاكذا كل جزء فيها اسمه sale فالـ sale يعتبر المينوم ايه unit of الميموري وعشان اكسس السلسل دي هو هو نفس الوقت اللي يوضح عشان اكسس السلسل دي او دي مافيش حاجة اسمها مثلا ان دي ابعد من دي وهكذا لا كل الوقت باخد نفس الوقت طيب الرام نفسها في منها نوعين في منها الـ dynamic random access memory والstatic random access memory انا دلوقتي عايزة اتعامل مسلا مع high level code وعايزة سايف variables فممكن تسايف الحاجات دي في static ram او في dynamic ram لو انت سايفتها في static ram ده معناه اللي هو الكاش الكاش دي memory غالية النوع بتاعها ان هي بتكون غالية واني انت بتقدر تأكسل حاجة فيها بشكل سريع وبتكون قريبه من الـ processor كمام لكن ادي رام اللي هو بقى خلاص يعني مش عادي انت بس هتكسل حتحط حاجة في الميموري فمانت معندكش مش اي لأي فتش هر غير انت عايزة تحط حاجة في الميموري ما قلتش ان انا عايزة تكون سريعة وما قلتش انها لازم تكون صغيرة أو كذا كمام بس الكاش اسمه الـ static random access mode طيب لو هنيجي بقى نتكلم على الـ characteristics بتاع الميموري طبعا احنا اخدنا بقى لنا ان فيه ميموري بتبقى اسرع من التاني فالسؤال انا ليه عندي ميموري اسرع انا ليه ما خلتهمش كلهم second memory وليه كلهم ما خلتهمش كاش مبدئيا ان انت لو خلت كلهم كاش فالكاش غالي فطبعا هتضطر ان انت جازة تشتريه بسعر اكبر ولو خلت الدنيا كلها secondary memory هيبقى الدنيا كلها بطيئة فلازم يكون فيه trade off او compromise ما بين الاثنين فحيس ان انت هيبقى معاك البرسيسور بتعامل مع كاش واليوزر العادي بتعامل مع الميموري العادية ويبقى عندي برضو نوع تاني اللي هو من الميموري ممكن اعمله اكسس في اي وقت الشخص نفسه ممكن يعمله اكسس لو عمل والبرسيسور ممكن يحتاجه لو ملقاشت حكا في الكاش فبرضو يبقى عندي ايه انواع كتيرة من الميموري طيب فهنا بقول لك الكمبيوتر memory is organized into hierarchy يعني عملت ايه على انها شريح او ان هي مترتبة بحيس ان مش كلها نفس النوع يعني طيب هنبدأ ندرس شوية كاركترستيك في الميموري سيستم اللي هو مثلا الوكيشن هتلاقي ان في ميموري بنسميها انترنال وميموري بنسميها اكسترنال الانترنال دي اللي هي جوه جهاز الريزيسترز والكاش والميميموري لكن الاكسترنال هي الهارد ديسك او الهارد ديسك او الفلاشة او الالسيدي دي حاجة بتكون خارجية يعني يقدر الانسان العادي يتعامل معها بحيس ان هو يفضيها او يمليها او يحط عليها حاجة او يقرأ الحاجة اللي فيها لكن الانترنال دي خاصة بالتعامل مع البروسيسور البروسيسور عايز يعمل حاجة فبيتعامل مع الريزيسترز والكاش والميميموري طيب الكابستي هتلاقي ان الانترنال ميموري كل الكابستي معناها ان الميموري يلصن بتاعت ايه بتشيل بيتس ات ايه فالانترنال ميموري الوحدة بتاعتها بقول هي فيها كام بايت او فيها كام ورد ممكن اقول ان فيها تمانية بيتس أو أن أنا أقول فيها ورد واحدة أوكي الورد لنسي بالشرط يبقى 8 بيت ممكن يبقى 8 أو 16 أو 32 أوكي فأنا ممكن أقول أن تدنا الململ بتاعت الصاس بتاعتها كام بيت أو كام ورد ومش كام بيت بيسوي نفس الورد يعني مثلا 8 بيت 8 بيت بيسوي 1 ورد أو ممكن أقول 16 بيت بيسوي 1 ورد المهم أن الورد هي يعبارها عن سيل واحدة في الرئي أو سيل واحدة لها أدرس واحدة أوكي طبق الإكسترنال ميموري دي بقول الصاس بتاعتها ما ليش أن أنا أدخل فيه كتير أو أن أنا أعرف حقا كتير أنا بس بقولي الميموري بتاعتي كام صاس بتاعتها كام بيت لكن هي ورد أو تفاصيل بتاعتها أكتر ما ليش أن أنا مش هكون مهتم مش هكون مهتم اليوزر العادي مش هيبقى عارف تفاصيل أكتر غير أن هو يعرف هي كام بيت كمام؟ لكن البروستيسور ممكن يقول لي هي كام بيت طب هي كام ورد طب أنا هقرأ البيت الأولية طب هقرأ البيت الأولاني وهقرأ البيت الثاني ممكن نسيف البيت الأولي حاجة والبيت التانية حاجة تانية فإيه؟ محتاج أن أنا أعراها انترمز أو في البيت أو انترمز أو في الورد طب الUnit of Transfer أنا دلوقتي معايا Data وموجودة في الميموري وعايزة أوديها للبروستيسور أنا عندي ميموري وعندي بروستيسور عايزة أنقل الحاجة دي موجودة هنا عايزة أنقل الحاجة دي للبروستيسور ده إيه؟ البروستيسور تمام؟ ودي الميموري طبعا انا بكتب عشان انا هو القلم بس خلاص فده الميموري وده البروستيسور انا محتاجة انقل الحاجة دي طبعا ممكن انقل من البروستيسور للميموري او من الميموري للبروستيسور على اساس طبعا ممكن يكون فيه هنا كاش المهم ان انا ممكن ايبه فيه انتراكشن طبعا ده لديت مشي بايه بيحصل تراسفيرز ده من خلال حاجة اسمها الداة بس فانا بنقل بنقل الداة من خلال حاجة اسمها الداة بس طب افرض ان انت دلوقتي الورد دي 8 بت والداة بس ده الاساس بتاعه ممكن يشيل مثلا 16 ده معناه ان انا اقدر اشيل ايه اتنين وورد مع بعض اتنين وورد مع بعض تمام اه فا يعني انت في الميموري او في الانترنال ميموري بتنقل الداة depending على الداة بس ويتس السائل بتاع الداة بس الداة بس ده عباره على لين او كابلي يعني كابلي مبين الاتنين دول وير يعني عدفة أول بس طيب والويتس ده ممكن توصل مثلا لاربعة وستين ممكن يبقى مين تماما وعشرين ممكن متين ستة وخمسين وبالتالي هيقدر أنه يساعد أنه يأخذ أكتر من ورد في نفس اللحظة طيب الاكسترنال ميموري الاكسترنال ميموري أنا مش بقرأ الحاجة انترمز اف ووردز أنا بقرأها انترمز بلوكس يعني أنا بيكون عندي ميموري ويكون عندي وورد 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 تانية وورد تالتة بقرأ مع بعض ودول بسميهم بلوك تمام فأنا بقرأ الحاجة انترمز بلوكس أكيد بيبقى بلوكس لكن هنا ممكن يبقى وورد واحدة اتنين وورد لكن لا أنا بقرأ يعني البلوك لو أنا عرفت عن أنه عشرة وورد فأنا دايماً هقرأ عشرة وورد مع بعض عشرة وورد عشرة وورد عشرة وورد اللي هو بلوك 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 لكن الانترنال بس على حسب الانترنال بس ممكن اقارى آآ اثنين ورد ثلاثة ورد آآ يعني عادي يعني الادرس واليونيت ايه اللي انت ممكن تكتششه区 تا طايم اللي هو الورد او البيت زي ما اتفقنا ان انا ممكن عايزة اجيب الادرس ده الادرس ده اسم ورد او ان انا آآ اكسس بايت لو انا مسلا ورد عبارة عن اتنين آآ اتنين دين بايت فانا ممكن اكس lion scriptures hi ايه البايت الاولنية دي. اا طايم ممكن اكسس بايت ده قايم. فالادرس هو وايونت هي الورد أو البيت أو اللي يعتبر smallest location can be accessed أو can be have a unique address طيب ممكن بقى access memory إزاي خليني مثلا أقول لها من الrandom الأول في عندي أربع أنواع للaccess memory للaccess method ممكن أقرأ أن أنا يكون معايا كده عندي مكان لأدرس والبروستر شغال ولقى أنه محتاج أدرس واحد مثلا ولقى أنه محتاج في شغله محتاج الأدرس واحد طيب يروح ياخد الأدرس زاعد ده random access يعني إيه يعني بروح أخد الحاجة بيزدع الأدرس بتاعها مفيش أي مشاكل يعني كانت طريقة التقليدية يعني وده بيتنفس في الكاش إن أنا يعني كأن هو هنا مثلا مش هيروح في الحتة دي ده هو هيجي هنا إن أنا بسا عندي الكاش إيه وعايزة أقرأ الحاجة اللي هنا فبجأ أقرأها عادي يعني ممكن أنا عايزة access حاجة فمعايا الأدرس بتاعها والcontent فبقول إيه أنا عايزة أروح بالأدرس ده ويروح رايحة على الكاش الكاش يقول له طيب هي هي يعني بيروح على أدرس على طول مفيش أي حاجة وده الطريقة العادية مش شايفين أي إبداع يعني طيب الطريقة التانية هو إن أنا أقول لك إيه ماشي أنا هعمل نفس اللي إنت بتعمله إن أنا هيبقى عندي البروسيسور البروسيسور وعندي الميموري وعندي كل سل لها أدرس وإنت عايز أدرس معين أوكي وإنت عايز أدرس معين فعشان تجيبوا الأدرسيس دي تبقى سورتد تمام يعني الكاش بيشيل معلومات مش شرط تكون سورتد مع بعض أنا بحط حاجة مجرد بس بيروح على أدرس بتاعها عشرة عشرين ثلاثين اتنين واحد اربعة خمس ستة بروح فين الخمسة بروح رايح على المكان اللي اسمه خمسة وأجيب كونترس كونت إنت اللي جواي تمام الميموري اللي جواه بتبقى ايه بتبقى سورتد تمام بحيس إن أنا بأكسس الحاجة اللي جواه من خلال دايريكت أكسس الاندفيتور بلوك سيهايه بأيونيك أدرس كل بلوك أو كل سيل موجودة هناك ايه سورتد وده بيتعقى وده بيكون بيتم تطبيقه في الدسك اوكي؟ والأكسس آآ إز بجانبي جتو في سينتي إن أنا معروفة إن أنا بروح من الميمور دي السيل دي للسيل اللي بعدها للسيل اللي بعدها للسيل اللي بعدها للسيل اللي دي لها تقريبا المعناها المجورة يعني بروح من بخلصت أدرس بروح على الأدرس اللي بعده لو أنا عايز حاجة اللي بعد كده تمام؟ وبالتالي فإن الأكسس طايم بيعتمد على المكان اللي إنت فيه وإنت كنت فيه أخر مرة طبعا هو مرشد كنت فيه أخر مرة ده هو نفس يعني لأنه هو جنبه بس إيه؟ عمتا بيعتمد على اللوكيشن إنت كنت فيه أخر مرة تمام؟ أو بيعتمد على الأدرس وإنت كنت فيه أخر مرة طيب فأنا دلوقتي عندي طريقتين عندي random access إن أنا بستخدم حاجة بستخدمها في الكاش وبقول إن لو بروسوسر عايز أكسس حاجة هو الكاش بيبقى عايز بس الأدرس ويقوله خلاص ماشي إيه؟ الحاجة والأدرس مش نازم تبقى صورتين تمام؟ لكن لو إنت فيه الدسك بيبقى عندي memory أو الميموري اللي موجودة في الدسك بتكون صورتة كل واحد فيهم لها أدرس عشان أخد حاجة بأخد الحاجة دي وبعدين ببدأ أخد الحاجة اللي بعدها على طول لإن هي الدينة بتكون sequential يعني طيب النوع الثالث بقى اللي هو اسمه sequential يعني سكونشة يعني ايه مش فاهمة يعني دلوقتي انا عرفت ان انا عندي البروسيسور جواه كاش علشان البروسيسور ياخد حاجة معينة وهو شغال في الكود لا انه عايز يقرأ الادرس كذا فيروح جاي في الكاش ويقرأ الحاجة دي بطريقة ايه راندم يعني هنا الدنيا مش سورتت اه انا عندي ادريس بس الحاجات مش محظوظة بشكل سورتت الحاجات مش محظوظة فيه بشكل سورتت ممكن اقرأ اه ممكن اكون عايزة الحاجة وتكون موجودة تحت وبعدين ممكن اتلع فوق وهكذا اوكي اه لا ده النوع اللي اسمه ندنا باكسس طيب الديريكت اه اكسس ان انا عندي اه ميموري وعندي هنا اه بروسيسور والبروسيسور عايز حاجة من الديسك فبيضطر ان هو يروح للحاجة دي وبعدين لو هو في الابريشن اللي بعد كده اكيد هيروح على الادرس اللي بعده لو هو بيشتغل على الديسك او هيلاقي الحاجة على طول في ايه في الديسك في الحاجة في المكان اللي بعده على طول تمام فالادرسيس سورتت سورتت ويه الابريشن سورتت برضو الابريشنز موجودة اه جوه الحاجة سورتت يعني مثلا دي اوبريشن وان او الانستركشن وان ودي ايه الابريشن تو او الانستركشن تو اللي هي انا عايزة نفسها لو انا اللي انا بتعامل معاه اسمه ديسك كمان ده اسمه راندم وده اسمه دايريكت ده اسمه دايريكت وده الكيش الميموري اللي جوه الصغيرة دي اسمه كيش طيب لو انا بقى اه عايزة اتعامل مع المسلا اه في بعض الفايلز لو موجودة مثلا في الميموري ممكن بعض الفايلز هي موجودة عادي في الديسك بس هتلاقي نفسك مثلا ايه شغال اه مثلا مشغل اغنية وبرضو بتشتغل على ورد او مشغل اه فيلم وبرضو اه بتشتغل في الكود بتاعك ففي حاجة تنشغلين مع بعض فلو انا عايزة اقرأ الحاجة اللي لها علاقة بالاوديو بالاوديو فا اه اه هتيجي هنا هيقول لك ايه بص معلش انا كنت مهتمة وكنت عمال باشتغل بس في الكود فالحتة بتاعتك اللي انت طبعا اللي كل حاجة لها ادرس الحاجة اللي انت عايزها معلش انا نلتهن تمام هيروح خلاص رايحين بعدين هيروح لحتة دي هيقول لي ايه طب والله لسا كنت مشغول بعمل مسلا ايه اه شغال في ورد مسلا فرقيتك ما بتستخدمش الاوديو ده كتير اه او ما كنتش بتعمل اي بروسس عليك تفتح او تقفل او كده فروحت ايه روحت ينقلك الحاجة في مكان تاني يبقى اللي بيحصل ان انت نتيجة ان الكمبيوتر بيشغل على اكتر من حاجة فبيحصل ان هو لوحده ممكن ينقلك الفايل بتاعك او ينقلك الحاجة بتاحتك وحطك مكان تاني اه وانت لما تيجي تعمل لها اكسس هيقول هيبقى معاك الادرس العادي هتروح هيقول لك ايه لا ده انا قلتلك في مكان تاني كنتش فاضي بس كنت عايز الميموري دي الوقت بعدين تروح للمكان اللي بتاي stated ايه بقى موجود في مكان تاني واحد كزا فالا�도 ق идو الشمال الحاجة اللي انت تبقاش مشوغلها عشان تروح تسمحها هيا دايما الهات تشغل في حاجة تاني كمان او انت ممكن اتشغل في حاجة تاني كمان اا فده الايه ال الى فهو بيقول لك ان ان انت عشان تروحها كأن الادرس بتاعك متصيد في لينك اللست ان انا عندي هنا ال Kendrickucks اللي اسمه واحد عايز تروح له خلاص روح للأدرس اللي اسمه 13 آآ طب وبعدين اروح لـ 13 اقول لك خلاص روح لـ 5 اي حاجة فانا انا عايزة واحد فالواحد اقول لك روح لـ 13 روح لـ 13 اقول لك روح لـ 5 فدي اسمها انا بكون مسايفة فيه حد بيسايف الـ history بتاع التنقل بتاع المعلومة انا عندي content حطه في المكان اللي اسمه واحد جي حد قال له انا عايز المكان اللي هو واحد ده وانت بقى روح في اي حتة تانية عشان انت ايه شكلك محدش بيستعملك فيروح رايح لـ 13 او يخزينه فلما المكان الـ content ده يبدأ اتنقل من مكان لمكان لازم يتسايف الـ history بتاع التنقل هيتسايف فين في linked list تمام دي بس فكرة الـ sequential ان انا ان انا ممكن الـ الادرس اللي انا عايزه ملاقيهوش على طول ممكن اضطر ان انا اروح ادور في linked list بتاعتي اه وابدأ اروح من مكان لمكان اوكي اه طيب لازموش دي بقى ان انا مش هاعتمد على الادرس اصل مش هاعتمد على الادرس اصل انا هاعتمد على الـ content بس يعني بسرش data is located by comparison with content of the portion of the store يعني انا اه معايا ده الـ processor ودي الميموري ده في الـ معايا instruction instruction طبعا دي بقى لها address وليها content هنا content تمام وهن address انا مش هبسط على الادرس بتاعها مش هروحها مش يعني يعني هنا مش موجودة هنا انا ما عايز ادور على الحاجة دي اه فهروح مفروض بقى ان انا ناجي هنا بالادرس لا مش هاجي هنا بالادرس هيبقى عندي portion من الـ data او جزء من الـ storage area بدور فيه وبشوف الـ content ده موجود في الحتة دي ولا بقاني حتة فالـ data is located by comparison ببدأ قارن بالـ content اللي موجود فيه portion of الـ storage area في منطقة تانية وبالتالي انا محتاجة عدي اولا بـ access to the content تاني حاجة محتاجة عدي على على مجموعة كتيرة من الـ content اللي أقارن نفسي به وبالتالي الـ access time المفروض يكون كبير او ان هو يعتبر بقولك independent of location ما بيعتمدش على المكان بتاعه ما بيعتمدش على الـ address بيعتمد على الـ content ممكن احتاج حاجة زي كده في ايه؟ ممكن احتاجها في الكاش لو انا متأكد لو انا متأكد ان الـ size صغير لو الـ storage area دي صغيرة فانا مش هـ access بالـ address انا هـ access بالـ content لانا الـ content بيكون صغير فبقى يعني process بتكون ايه؟ straight forward يعني الـ associative ان انا مش بسيرش بالـ address انا بسيرش بالـ content وده ممكن يتطبق في الكاش وان انت اسنبه بتصيرش بالـ content ممكن تدور فيه جزء معين فيه من الـ memory ايه هو بقى الـ access time برضو دي معلومة تانية ايه هو الـ access time الـ access time هو الوقت اللي انا باخده علشان اريد او اريد الـ operation طيب هل الـ access time ده هو في الاخر الـ time النهائي يعني انا مسلا لو عايزة اعمل عشرة instructions كل instructions بتاخد ثانية فهل في الاخر انا باخد عشر ثواني لا فيه حاجة اسمها memory cycle time يعني الوقت انت بتحتاج تحتاج وقت اضافي علشان instructions نفسها تتنفس يعني انت مش مجرد بتروح تقرى instructions بتروح تقراها والـ instruction دي مثلا كأنها multiplication فـ multiplication بتحتاج وقت او اسمها فبتعمل ضرب وبعدين يعني بتضطر تستنى يعني instruction التانية بتنفس بعدها على طول ما بتضطرش انت تقول ايه اروح اعمل في ثانية وارجع اروح اعمل في ثانية وارجع لا بتعمل في ثانية وبتستنى شوية عبارة من الـ operation تتنفس وبعدين تبدأ اخش على instruction اللي بعدها فـ access time هو الوقت اللي instruction الواحدة بتاخد الـ instruction الوقت اللي انا بعمله عشان انا اـ perform instruction معين لكن الـ memory cycle time هو الوقت هو عبارة عن الـ access time زائد اي additional time محتاجه عشان اي additional time محتاجه قبل ما اروح للـ instruction البعدها تمام ايه الـ transfer rate او ان انا بنقل الحاجة من بروسسور للميموري في وقت قد ايه اه بمعدل ايه هيكون طبعا بيسابه واحد على الـ cycle time هو عبارة عن معدل اللي بيه الـ data ممكن تتنقل من الميموري الـ processor او من الـ processor او من الـ processor للميموري اوكي يعني ما ينفعش ان انا احطه كله في ميموري صغيرة وبالتالي الـ cost هيبقى عالي وما ينفعش احطها كلها في ميموري كبيرة وبالتالي هيبقى الوقت هيبقى كبير فلازم اعمل compromise او اعمل trade off ما بين الحاجتين بحيث ان انا عندي انواع كتيرة زي الـ register the cache من ميموري وبعد كده الـ secondary mode اوكي طيب ايه الـ processor الـ processor is the active part of the board following the instructions of the problem يعني الـ processor هو اعتبر اكتر حاجة حيوية جوه الـ border الـ motherboard يعني وهو بيعتبر هو اللي بيعمل كل الـ بيكون بتنفيذ كل الـ instructions تمام طبعا عشان هو في عنده جوه arithmetic logic unit وفي عنده control unit فالـ processor بيكون من حاجتين اسيين data bus وcontrol الـ data bus ده معناه انه الحاجة اللي بتعمل arithmetic operations وcontrol unit الحاجة اللي بتقول انهي instruction تتنفيذ قبل التانية وبعد التانية طبعا بيستعال branching بيقى في branching يعني فتلسي ده بس what to do according to the wishes of the instruction الـ instruction ممكن تكون بتعمل حاجة بنقولك ايه لو حصل كذا هروح jump لحاجة تانية فمن اللي بيعمل jump انا مسلا عايز اعرف اعمل ضر بطرح عند مش عارف ايه دي في الـ arithmetic طب لو انا عايز اروح لـ instruction تانية يعني اكيد انا مش الـ instruction مش هتروح بالنية لازم يكون في حد خاص بحادة branching فالجزء الخاص في الـ branching في الـ processor هو control unit طبعا يعني دي الـ motherboard والـ data bus وعبار عن الـ component اللي موجود جوا الـ processor اللي بيform arithmetic operation والcontrol unit والجزء اللي موجود جوا الـ processor اللي بيعمل اللي بيقول امت الـ operation تتنفس او كل الـ operation تتنفس ازاي طيب هي الكاش الكاش دي عبارة عن ميمور صغيرة وسريعة جوا الـ processor طبعا احنا اتفقنا ان في اول محاضرة خالص قلنا ان انا عندي architectures كتير للـ memory ممكن تلاقي الميموري وفي الـ processor او وما بينهم data bus او ما بينهم wires يعني او ان انت ممكن تلاقي الـ processor نفسه جواه كاش وفيه ميموري تانية محدود فيها الـ instructions وبرضو قلنا architecture تالك وان انا ممكن يبع عندي processor والكاش وممكن يبع عندي ميموري تانية خاصة بالـ instructions جوا الـ processor يعني يعني تصميم الكاش الكاش يعني ممكن يكون مثلا ما فيش كاش ما كانش فيه الاول كاش في اول architecture اللي هو von Neumann architecture ان عندي ميموري وعندي processor لتوصل لما بعد الـ data bus بس طيب لقيت الدنيا كلها بطيقة قلنا بقى نخش على النوع التاني لو هاربرد architecture ان انا او اسمه non von Neumann architecture ان انا حطي كاش في الـ processor فالكاش دي اني اعتبر ميموري صغيرة وسريعة موجودة جوا الـ processor وتشتغل كـ buffer تمام طيب 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 ده شكل الـ processor بتركيبة الحاجات اللي جواه ده control unit ده الـ input الـ interface يعني كل يعني ممكن احط الفلاشة هنا ممكن احط او حتى ممكن ااخد ممكن يبع عندي ميموري واخد الـ instruction اديها للـ processor الـ processor يبدأ ياخد الـ الناتج من الميموري ده ده من خلال اموت اوت انترفيس طيب الـ processor انواع في انواع كتير من الـ processor بس اشهرهم او اللي هو بدومينت الماركت بدومينت الماركت بدومينت الماركت هو الـ intel 86 او x86 الـ feature بتاع الـ processor ده انه هو sysk sysk يعني ايه يعني تقدر تحط instructions complex fee الـ processor الـ processor الـ processor اللي هو نوع intel ده complex instruction set computer او computing بيسمح لك ان انت تعرف instructions بس بتكون ايه بـ different format طبعا احنا قلنا الـ maps ده بتعرف instructions بـ format بسيط تمام طبعا الـ processor ده يطلع منه انواع كتيرة وكل انواع بيختلف عن التاني في مثلا سواء كان اسمه او التاريخ اللي تم انشاءه او number of transistors اللي فيه فهتلاقي مثلا ان الـ intel اللي كان موجود 78 فيه 39000 transistor ده 277 275 1000 transistor ده مليون تمام يعني 32 مليون برضو هتلاقي ان انت عندك processor تمام وتفضل تغير في الترانسيسور وكل حاجة جاب اعمال لك ان انت ممكن يبقى عندك core studio او core i7 ايه بقى ده ان انت ممكن يبقى عندك اتنين processor في نفس الجايس او سبعة processor في نفس الجايس طبعا انت حاجة كويسة جدا ان انا ممكن انافس اكتر من task او task كتيرة في نفس الوقت ده طبعا بيفيد ووضوع الجرافيكس لو انت شغال على الجايس طيب ده ده محاضرة النهاردة كلمنا عن memory وكلمنا عن تأسيمة memory وانواحها وايه الكاركتوريستيك اللي ممكن اضطر ان انا اتعامل معها او اسأل نفسي من ناحية location او من ناحية capacity او من ناحية unit of transfer او access method والperformance ان انا لو عايزة اقول الميموري دي الperformance بتاحها عالي او لا بناءنا على access time وبناءنا على transfer rate كل ما كان الaccess time الليها سريع كل ما الperformance بتاحها بيكون سريع طيب وقلنا ليه بنستخدم اكتر من memory طيب ودي انواع الprocessor او الprocessor بيتكون من ايه تمام شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة